السلام عليكم دخير بس فيه بخل بخيل حتى اثيابه ثوبه يقعد فترة طويلة ما يغيره والثوب صغر عليها الثوب ويا الله يمشي بالثوب وملابسه رثه وحتى شعره يكثر ويقعد فترة طويلة ما يحلق يعني اقول حتى الزواج يقولوا ليه ما تتزوج عندك خير قال ليه اتزوج والحلال اللي انا تعبد فيه اللي تعبد فيه هذا كله رح اصرف عليها واعطيها ليه اضيح حلالي فلوسي ما تزوج وقاعد ما غير يشتري من ذا العقارات ويقول لك في كل منطقة تلقى فيه عقار له اراضي ولا بيوت حتى البيوت الشعبية القديمة ما خلها يعني حتى البيوت الشعبية القديمة يشتريها برخيص وياخذها ويأجرها على عماله ويأخذ من كل واحد يأجرهم الغرفة الوحدة يأجر فيها كذا عامل ويأخذ من كل واحد يأخذ منه 200-300 بالشهر ويطلع منه ما خلى شيء ما خلى شيء المهم هذا أخذ لفترة يوم من الأيام وتوفى قالوا هذا مات توفى ذا قال توفى قالوا توفى المهم در صاحب العقار المكتب اللي كان يجيه دايم كان أنا بسوي الواجب وبروح في المقبرة بصلي عليه وبعدين أروح لها له وأعظم لهم الأجر المهم راح للمقبرة هيقول لله مستغرب يعني أول مرة يشوف واحد يعني يتوفى وإخوانه يعني ما مهو بيين عليهم الحزن قالوا أخوانه فرحنين والله جيت تسلم عليهم يعطيك ابتسامة ما كأنه عزا أعلمهم جاء عند واحد من إخوانه هذا اللي في مكتب العقار قالت يا أخو أنت أدري أن أخوك عندها خير وإن ترا سكوك وعنده أراضي وعندها بيوت وعندها خير حاجات انت لا تدري عنها قال لها أدري أنه عندها خير وأدري أنه قال l account مداما عند وعنده خير وعنده فلوس واجد وبيجيكم خير سووا له ابنه مسجد سووا له شي الزين قال لها ورangle fix قال ليه من فلوسه قال لا أمس كانت فلوسه الحين لا الحين الفلوس هذه لنا هذا أخوي ما سوى خير حتى في إخوانه ما سوى لنا خير يعني كنت أكلمه كذا مرة أقول له أنا محتاج ثماني آلاف ريال أبيك تقصدها علي بس قال أنا ما عندي فلوس ومنين لنا أجيب لك تدبر نفسك يقول حتى يعني ما هو أصلا ما نفع نفسه في صدقات في شيء حلنا نسوي لها مسجد لا أعلمها مخاضرة وجاتهم ذاك الملايين وجاتهم ذيك الفلوس وتهنى فيها أخوانه ما عنده وريث لا أخوانه لا تزوج ولا عنده عيال وراحت أملاكه كلها هذا اللي ما تهنى في فلوسه ولا سوى له شيء آخرته بناله بيء مسجد تصدق سوى لها شيء أيتام شيء ما سوى له شيء وهذه قصتنا فيها فايدة إن الواحد إذا الله عطاه خير سوى لآخرتك بنالك مسجد تصدق زك لا توفى الواحد الفلوس الفلوس بيتهنون فيها ناس ثانية بيتهنون فيها عيالك إذا أنت مقصر على عيالك بيتهنون فيها عيالك يمكن حتى عيالها يمكن ما يطلعون شيء لبوهم يمكن إذا كان مقصر معهم وبخيل على العيالة يمكن ما يطلعون شيء له وهذه نهاية القصة ترجمة نانسي قنقر